بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بكم مرتين على مرد صليم. النهاردة هنبدأ مع بعض بحل الأسئلة لسن سري وفور. هنحل الحد صفحة التمانية واربعين. مش هنحل الأسئلة بتاعت الجنرل فصيسل عشان بيبقى فيها تلاجم كتير وقطعة. بل الأسئلة دي مهمة. فانا لو حللتها كلها النهاردة مش هركز على ترجمة ولا على القطعة. زي ما حصل في الفيديو الفات. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون كله على جنر الاتصيص عشان ركز في الترجمة وفي القطعة ونقدر نحلهم بشكل مفصل عشان تفهمهم بشكل احسن. النهاردة نحل من اول صفحة اربعة وتراتين لحد صفحة تمانية واربعين. اول سؤال معنا بيقول حاولت بجد ان انا نقط اخي ان هو يديني او يسلفني اللابتوب بتاعه بس هو رفض. عندي كلمة هنا معناها يوسلف. معناها يوسلف. عكسها فعل يستلف. فهو انا حاولت اخالي او اقنع اخويا ان هو يديني اللابتوب بتاعه او يسلفني اللابتوب بتاعه بس هو رفض. عندي في الاختبارات بمعنى يقنع حاولت اقنع اخويا ولا اتاك حاولت اهاجم ولا اردر اردر ليه معنين? معناها يأمر او يطلب. طيب وفيه حاجة اسمها حاولت اطلب او حاولت اأمر? لأ مفيش حاجة اسمها كده. عندي اخر اختيار كلمة ان هو يساعد. فاحنا هنا هلاخد رقم ايه? هي الوحيدة اللي تنفع واللي لها معنى منطقي. حاولت اقنع اخويا ان هو يديني او اخويا الكبير ان هو يسلفني اللابتوب بتاعه بس هو رفض. رقم اتنين. الرئيس دايما بيكتب ملاحظات عشان تفكره بالنوعات المهمة اللي المفروض يتكلم عنها. عندك في الاختيارات ريميمبر ويمしまائزkal فورجيت. معناها يتذكر يفتكر. معناها يخلد ذكرى معناها يخلد الذكرى. يعني هزكر يفكر حد بحاجة. فورجيت معناها ينسى فنعايز اقول له هنا ان الرئيس بيكتب ملاحظات عشان الملاحظات دي تفكره. عشان الملاحظات دي تفكره بالنقط المهمة اللي المفروض لا تكلم عنها. فهناخد هنا رقم سي. رقم تلاتة نوعات كان شرفا ليا او كان حاجة كويسة ليا ان انا تم دعوتي لحضور مؤتمر مهم في مكتبة الاسكندرية. كلمة معناها مؤتمر. انت بالاختيارات صورة اللي هي شيء حزين او مأسوي. عندي يعني حاجة مفرحة. استرخاء معناها تركيز. كان حاجة كويسة او حاجة يعني مدهشة حاجة مفرحة قوي ان انا يتيب مدعوية له حضور مؤتمر مهم في جامعة او في مكتبة الاسكندرية. رقم اربعة كلمة معناها عاطلة. عاطلة الصيفية. فالمدرسة بتاعتنا هتدي نقط في اللي هي الاسعافات الاولية. فالمدرسة بتدي هتدي لعبة ولا كورس دورة ولا مباراة ولا رحلة فهتاخد رقم بي. المدرسة هتدينا كورس هتدينا دورة. اقام خمسة. انا اعتقد انك لازم تنضم لنيادي صحي اللي هو اه نادي رياضي مسلا. عشان تحسن اللي هي اللي يقطع البدنية. اللي هي اللي يقطع البدنية. جاي منها كلمة اللي هي لائق بدنية. هتحوش بس اللي في الاخر. معلين دلوقتي انت المفروض تافوي تتجنب انك تنضم لنادي صحي. ولا تتجاهل. ولا تربط ولا تنضم. فناخد رقم دي. يجب عليك ان تنضم لنادي صحي. رقم اتنين اول سؤال فيها بيقول امي هي الشخص الوحيد اللي بيؤمن بي او اللي مؤمن بقدراتي. وبيحاول دايما يخليني احسن. عند في الاختيارات. بمعنى يسحب. بمعنى يعوق او يحجز. معنى يعزز او يقوي. بعد دي رقم اللي هي يحبط. عارف انت كلمة معنى يشجع. دي عكزة بقى. فاحنا هنا هناخد رقم سي. زي بتشجعني او بتتحمسني ان انا ابقى شخص احسن. رقم اتنين بروفيسر يعقوب بوز بارت وفاتيم. بروفيسر يعقوب او استاذ يعقوب كان جزء من فريق. عمل اجزاء جديدة من القلب من حاجة خاصة بالانسان او من حاجة موجودة في الانسان. عندي اللي هو البشر. ولا الخلايا البشرية. ولا اللي هي العظام ولا السباق فاناخد رقم بي. مسك الخلايا او خلى الخلايا عمل بيها اجزاء تانية للقلب. رقم تلاتة. البكتيريا وحاجة تانية صغيرين جدا بالنسبة لعنى الانسان عشان تشوفهم. او صغيرين جدا لدرجة ان عانى الانسان مش بتشوفهم. فالبكتيريا والفيروسات ايوة هناخد الفيروسات اللي هي رقم ايه. عندي اللي هي الزباب. ولا اللي هي الانسجة. ولا اللي هي الامراض فناخد رقم ايه. رقم اربعة دكتور كان ناو ربليس ادمجد هيوما نوعة صادش ازحات انزا كدني. دلوقتي الدكاترة ممكن يستبدلوا الاعضاء التهريفة الموجودة في جسم الانسان زي القلب او زي الكريا. كدني اللي هي الكرة. فهيوما ميمبر ولا 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 هنشوف الاول الفرق بين ميمبر واورجن. ميمبر معناها عضو. بس معناها عضو فريق او عضو فنيالي وهكذا. انما كلمة معناها عضو داخل جسم الانسان. عضو داخل جسم الانسان ليه وظيفة معينة. كلمة لو ترجمتها هتلاقيها بمعناها او ليها معناين. الاول اللي هو فرع شجرة او قصد. الحاجة التانية اللي هو برضو عضو. عضو بجسم الانسان. بس يقصد بها لحد ما الاطراف. اللي هي ديك ورجليك والحاجات دي. بعد كده عندي داشوريان. اللي هو داشوريان. فاحنا هنا رأخذ رقم بي. تستبدل الاعضاء التاليفة. عضو داخل جسم الانسان. اول سؤال فيها بيقول الاهرام جديدة الاهرام. جديدة الاهرام بتبقى مليهنا بنواط للسيارات وخصوصا يوم الجمعة. اعلانات ولا تصريحات ولا اللي هو التقدم ولا اللي هي الاحباطات. فاللي يبقى موجود في الجريدة ده اسمه اعلان. الاعلانات اللي موجودة في الجريدة او الاعلانات اللي موجودة على منتج اسمها الاعلانات اللي بتشوفها في التلفزيون او على النت او في اي مكان دي اسمها كلمة ترجمة الحرفية برضو اعلانات بس يوصب بها الاعلان ان شخص يطلع يصرح عن حاجة. شخص يطلع يعلن عن حاجة. زي الرئيس مسلا لما يطلع ويقول خطاب. اي مسلا يصدر قرآن جديد. ده اسمه. انما الاعلانات اللي موجودة على المنتجات واللي بتشوفها على التلفزيون اللي بتشوفها في اي مكان. اللي مسلا بتشوفها على ورقة وعلى الحيطة. دي كلها. رقم اتنين. مش مسمح لك تدخل. انت مش نقاط في النادي. عندي جزء ولا فرض ولا ولا انا قلت من شوية ان كلمة معناها عضو في النادي. فانت مش مسمح لك تدخل عشان انت مش عضو في النادي. هياخد رقم سي. رقم تلاتة. جدي معتعد انه هيقضي فترة بعد الظهر في الاستماع لاغاني ام كل ثوم. كلمة بيجب بعدها الفعلة في الاي نجي. فاني اخد رقم دي. فعل الهو ده. بمعنى يقضي الوقت او ينفق مال. يقضي الوقت او ينفق مال. هنا معناها هيقضي الوقت. لم يبقى معناها يقضي الوقت بوعدها الفعلة اي نجي. يقضي الوقت. يقضي الوقت. يفعل شيء. او ينفق المال على. يبقى ينفق المال على او يقضي الوقت في رقم اربعة. كلنا كنا عايزين ناخد الكورس عشان نتعلم عن اللي هي اعمال الحديقة. عندي كورس ولا كورس ولا كورس ولا ده معناه كورس مدته اسبعين. كورس مدته اسبعين. رقم خمسة. الجنود اللي بيحربوا او بيقاتلوا عشان بلدهم دون نقط. دول ابطال ولا حيروس ابطال برضو ولا اكتورز ممثلين ولا اعضاء. طيب انا قلت ان دي معناها بطل ودي كمان معناها بطل. الفرق بينهم. الاولانية دي معناها بطل في مسابقة. بطل لمسابقة رياضية. اما كلمة ده البطل اللي بينقز الناس او اللي بيجي في الافلام ده. بطل رواية او بطل قصة او بطل في الواقع بينقز الناس بيدفع عن حد. ده اسمه اما ده ده بطل لمسابقة او بطل للعبة رياضية معينة مسلا. الجندي عشان بيدفع عن بلده. كده تشرك بينت رقم ثلاثة برضو خلصت. هنخش على الاسئلة الموجودة على ايه الكلمات? او السؤال فيها بيقول المؤسسات الخيرية بتعتمد على نوعات من الناس عشان ينصدوا الفقراء. معناها منظمات خيرية. زي معناها يعتمد على او تتاكل على. يعتمد على او يتاكل على. اللي هم الفقراء. اللي هم الفقراء. بتعتمدوا على الدعم ولا المقاطرة ولا الاعمال ولا على الاتفاق او والاختلاف. فبيعتمدوا على بيعتمد على الدعم اللي بيجي لهم من الناس. رقم اتنين. بيقول لك ان المريض القراط لدام البيضاء بعد المريض احددها قليلة. عشان كده هي محتاجة عليك فوري. عندي كلمة او رقم تلاتة. الطفل الصغير استنشقة. معناها استنشقة. هو كتبها لك. يعني هنا. الدخان. بعد ما استنشق الدخان او بعد ما يعني تنفذ دخان بلا نوعات. يكوح ولا يتدرب ولا يكتسم ولا يشم فاناخد كلمة كوف. اكيد انت لو استنشقت الدخان او لو الدخان جاف في حلقك يعني هتكوح. رقم اربعة. ايه الجهاز اللي في جسمك او النظام اللي بيخليه او اللي بيخلي جسمك ده يدافع عن نفسه ضد اي مرض. ده اسمه اللي هو الجهاز الهضمي ولا الجهاز المناعي ولا اللي هو الجهاز التنفسي ولا اللي هو الجهاز العصبي. كلمة جاية من عارفين انتو اللي هي عصبي. هنا كلمة اللي هو الجهاز العصبي. فاللي بيخلي جسمك يدافع عن نفس ضد الامرات ده اسمه الجهاز المناعي. رقم خمسة الدليل ما كانش كافي عشان يخلي القاضي يدين الشخص المتهم عند في الاختيارات مؤثر ولا فناخد رقم سي الدليل ما كانش مقنع كفاية للقاضي عشان يدين الشخص المتهم رقم سي خدنا من شوي احنا كلمة برسويد اللي هو يقنع الصفة منها بقى برسويسف اللي هي دي مقنع الدليل ما كانش مقنع كفاية للقاضي عشان يدين الشخص المتهم رقم ستة العلماء بيقولوا ان كوفيد ده او كوفيد ناينتين ده ممكن يهاجم مجموعة متنوعة او مجموعة كبيرة من الاعضاء في جسم الانسان عندي فيروس ولا جيرم جرثومة ولا باكتريام باكتريام دي اللي هي مفرد باكتريا طبعا في العربي كلمة باكتريام ملحش مفرد انما في الانجليزي باكتريا ليها مفرد اللي هي كلمة باكتريام دي ولا تيمور فناخد هنا رقم اي كوفيد ناينتين من حالفين ان هو فيروس فهو اسمه كوفيد ناينتين فيروس جيرم اللي هي جرثومة رقم سبعة الحفل تم الغاءه بوسطة الممثل او المغني المشهور من غير نقاط من غير تأسير او من غير عواطف ولا من غير تفسير او توضيح ولا فحص ولا منع فناخد رقم بي الحفل تلغى من غير اي تفسير رقم تمانية الناس يقدروا يحاربوا العدوى بشكل اسهل لو عندهم حاجة صحية الحاجة الصحية دي فناخد رقم دي نظام غذائي واسلوب حياة صحي رقم تسعة الام كانت محرجة جدا بسبب ان ابنها نقط بشكل سيء جدا في الحفلة ابنها تصرفة التلاتة دي الرقم دي اللي هي دي ودي لو عايز اجيبهم كده محتاج قبلهم ليه? ان كلمة معناها يعامل كلمة معناها يعامل فلما اقول انا عايز اقول يعامل طبعا دي كلها لو عايز اجيبها مبين مجهول فبما ان هنا مفيش فيربيوتو بي فمش هاخدهم فياخد رقم بي بهيف معناها يتصرف فالاطفال تصرفوا بشكل سيء للغاية هناخد رقم بي رقم عاشرة البكترية والكائنات الدقيقة اللي هي دي معناها الكائنات الدقيقة ممكن ابحصهم تحت نوعات تحت النطاق على ايه انا عايزك بس اتعرف الفرق بين دي وبين دي لا حد ما يções سيقول لكم برضو ده ذا اللي بيكبر الحاجة قوي ده اللي بتبصوا بيها للحاجات الصغيرة ده اللي بتبصوا بيها للحاجات الصغيرة اللي بت plug had to buy عندكم في المعمل وده لقاء اللي بيدوروا على البكترية فإنها ده اسنو اما التلسكوب فده بقى اللي بيبصوا بيه على الكواكب والنجوم من الحاجات دي ده اللي هو التلسكوب بيبصوا بيه على الأمر والتواكب والنجوم والحاجات دي. أما ميكروسكوب بيبصوا بيه على الحاجات الصغيرة قوي. رقم 11. بسينجرز ار نوعات that smoking is not allowed in the plane. الركاب نوعات ان التدخيم مش مسموح به في الطيارة. ار ريمايندد تم تذكيرهم. ولا ار ريميمبرد ولا ار افكتد ولا ار ابلودت. فناخد رقم ايه. بسينجرز ار ريمايندد تم تذكيرهم. تم تذكيرهم ان التدخيم مش مسموح به في الطيارة. اتناشر. the two big cities. كايرو انجيزة. المدينتين الكبار الكاهرة والجيزة. ار نوعات بايزا ريفر نايل. الاتنين نوعات بواسطة نهر النيل. ار يونيتت متحدين. ولا سيباريتت منفصلين. ولا دامجت تم اتلافهم. ولا بلانت تم تغططهم. فناخد رقم بيه. ان نهر النيل ده نهر. فاكيد مفيش حاجة او هو مش بيجمع حاجة. النهر بيفصل بين حاقتين. فهو بيفصل بين الكاهرة والجيزة. سيباريتت. الخاهرة والجيزة مفصلين مبعدين عن بعض بواسطة نهر النيل. 13. breathing polluted air affected the noot badly and causes serious disease. انك تنفس هواء ملوث ده بيأثر بشكل سيء على حاجة. بيخليك او بيخليك تصاب بامراض خطيرة. serious diseases اللي هي الامراض الخطيرة. الدخان ده بقى بيأثر على ايه؟ بيأثر على skin الجلد وبيخليك مريض. ولا بيأثر على البرين الدماغ ولا الرئة ولا الليمب. قلنا الليمب اللي هي الاطراف بتاحتك. فناخد رقم سي. اكيد الدخان هي اثر على الرئة بتاحتك زي تبخين مسلا. رقم اربعتاشر زنوعة واي. السبب اللي يخليني احب وظيفتي اني بقابل ناس جديدة. عندي ولا 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 زاكوز واي. دول كلهم ما لهمش اي تلاتين لازمة. هي كلمة على بعضها او كلماتين مسئين في بعض كده اسمها زا ريزن واي. زا ريزن واي. رقم خمستاشر المقال بيناقش مجموعة من الطرق من خلالها الناس تقدر تعزز او تقوي الجهاز المناية عشان نحارب الامراض. المقال بيناقش معناها يناقش. عدد من الطرق من خلالها الناس تستطيع او تقدر انها تقوي او تعزز الجهاز المناعي عشان نقاتل الامراض. عندي كان ريبير يصلحه ولا منت ولا دامج يتلفه ولا بوست فناخد رقم دي. لهم يطوروا او يحسنوا او يعززوا يقووا جهازنا المناعي. رقم ستاشر. هيكون من الصعب نقنعه ان هو يسيب وظيفته لحد ثاني. عندي في الاقتراض بالسويد نقنعه ولا نخليه ولا ولا لو ما فيش لو ما فيش حرف كرة ده كنت خدت نخليه يغادر او يخله يترك. انما بما ان موجودة فماش ينفع اخد ميك. انا قلت قبل كده ان ميك ممكن اقول اخلي شخص يعمل حاجة. اخلي شخص يعمل حاجة. خليه يسيب. بس انا محشور بين حرف جرة تو. فهنا ميك ما تنفعش. فناخد رقم ايه? اقنعه انو. اقنعه انو. انو دي هي حرف الجرة تو. يقنعه ان يترك ان يترك ان اللي هي حرف الجرة تو. رقم سبعتاشر. عايز احسن او اطور مهارتي في اللغة الانجليزية عشان احصل على وظيفة في باريس. يثبت ولا يحسن ولا معناها يؤهل ولا يتدرب فاختار رقم بي. عايز احسن. عايز احسن مهارتي في اللغة الانجليزية او تمنتاشر. النقط اللي عملته لحسن الحظ. كلمة معناها لحسن الحظ. ما كانش ما كانش خطير اوي او ما كانش مهم اوي. عندي بالاختراض انجاز ولا طموح ولا معروف ولا طيب انت كده يعني بتصورك انت كده. الحاجة اللي انا بقول الحمد لله الحمد لله ان هي ما كانتش مهمة اوي. ممكن اقول كده على انجاز او معروف او خدمة ولا ممكن اقول كده على على غلطة. يعني انا غللت غلطة فبقول منحسن حظي ان الغلطة دي ما كانتش خطيرة. ما كانتش اجد اوي ما كانتش مهمة. هياخد رقم دي. رقم تسعتاشر. الرياضيين المصريين بيتدربوا عشان يشاركو. معناها يشارك. الحاجة اللي جاية حاجة جيمز في توكيو الفين واحد وعشرين. عندي ولا 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 فناخد رقم بي. شفتوها البكرة كتير. للعاب الاولمبية. رقم عشرين. زي الوزير كلمة معناها وزير. رفض ان هو يعمل اي حاجة معناها رسمية او قانونية عن القانون الجديد. يعني ما اعلنش حاجة رسمية عن القانون الجديد. عندي ولا 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 دي ما هناش اي علاقة بالموضوع معناها تقدم. كلمة معناها العلامة او لافتة. برضو مش معانا. عندي اعلان اعلان. قلت من شوية ان كلمة دي الاعلانات اللي بتبقى على منتجات. الاعلانات اللي بتشوفها في التلفزيون بتشوفها على النت بتشوفها على الحيطان بتشوفها وانتماشي في الطريق في اي حتة. انما ده اعلان بمعنى ان حد يطلع يصرح بحاجة او يقول حاجة. يصدر قرار مسلا او يعمل قانون. انا عندي هنا القانون اللي هو كلمة له. فانه هنا هياخد رقم سين. الوزير رفض ان هو يطلع يعمل اي اعلان عن القانون الجديد. رقم واحد وعشرين الطلاب دايما بيبقى القليلين بخصوص الامتحانات. ولا 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 اسمها قالك بشأنها. اتنين وعشرين. مونة قرد البحث بالكامل وعملت نوعات او عملت دونة ملاحظات عن النوعات الرئيسية. كلمة مين معناها رئيسي. اللي هي نوعات. معناها كل. معناها كل. عندي ولا 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 فناخد رقم بي. تاتة وعشرين. من فضلك اقرأ الملاحظات الموجودة في مقدمة الكتاب. زي ولا 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 فرضنا ان انا اصلا ما عرفش يعني ايه. هاختار ازاي? بص هنا كلمة كلمة او زا. زا دي بتعرف الاسم. ا او ان اللي اعداده النكرة. وزا اللي هي اعدوات المعرفة. الدول بيعرفوا اسم. فان هنا عايز حاجة توصف الاسم ده. عايز حاجة توصف لي الاسم ده. فعل زي ما تنفعش. انا عايز الصفة. الصفة هي اللي بتيجي قلب الاسم وتصفو. تمام? فان عايز صفة. دي فعلا ما تنفعش. ده ده الاسم نفسه. فمش عايز اسم انا عايز الصفة. دي ما تنفعش برضو. معناها تبسيلي او توضيحي. دي تنفع. ما تنفعش. فياخد رقم سي. يبقى انا عارفت من ذا ان هناك ده اسم. او ان هنا ده اسم. ان الكلمة دي اسم. كلمة نوت اسم. والاسم بيجي قبلي صفة عشان تصرفه. دي فعلا مدنفعش. دي اسمه برضو مدنفعش. ودي فعلا في التصرف التالت برضو مدنفعش. رقم اربعة وعشرين. الرئيس او المدير ما كانش هيديك الوظيفة من الاول من الاول الا لو هو فاكر انك تقدر تقوم بالوظيفة دي. فيه تعبير اسمه. ما يتغيرش. في المقام الاول. ما كانش هيديك الوظيفة اصلا او في المقام الاول لو مش عارف انك تقدر تقوم بها. اسمها مش تتغير. عمره ما هتبقى ولا 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 اسمها. رقم خمسة وعشرين. الطلاب كلهم كانوا متحمسين بخصوص او بشأن. اللي هي محاضرة التاريخ. عندي ات ولا اين ولا فور ولا وز اسمها انترستت ان. كلمة انترستت او فعل انترست بياخد حرف الجر ان. انترستت ان. ستة وعشرين. كلمة مساعدة او مساعدة. ليها معنى شبيه بكلمة من دول. كلمة معناها تصدير ولا استيراط ولا تقرير ولا دعم. تأكيد اللي هي مساعدة هتبقى شبيهة معنى او ليها نفس المعنى كلمة دعم. الدعم ها هو المساعدة. سبعة وعشرين. انا عارف ان دي من قبل بيجي دو او برفورم واحيانا نجب. دو او برفورم واحيانا نجب. هدور عليهم هنا مش هلاقي غير دو. فياخدها. رقم تمانية وعشرين زائر حوستس. كلمة معناها مضيفة. لو عايز اقول مضيف هشيل الاخيرة دي هشيل تلات حروف دول. هتبقى مضيف مضيفة. طلبت من الركاب اللي هما ان هما يسيبوا المقاعد بتاعتهم ويفضلوا هادئين. كلمة او سفة اللي هي هادئ داين ما بيجي قبلها او بتاخد فعل يبقى هادئا او يحافظ على هدوءه. رقم تسعة وعشرين. عملنا حاجة مهمة لتجميع الموضة بتاعتنا. كلمة معناها تجميع اللي هي الموضة. كلمة دي صفة معناها مهم صفة. فالصفة بتصف اسم. عندي معناها يوضيف. دي فعلي مش اسم. معناها اضافة. تمام دي اسم تنفع. معناها اضافي ما تنفعش برضو. ادت برضو ما تنفعش فانا هياخد الاسم اللي هي كلمة عملنا اضافة مهمة لتجميع الموضة الخاصة بنا. اخر واحدة. كلمة ممكن تكون عكس كلمة من دون. طيب الاول يعني ايه هندر? هندر معناها حاجز. او حاجة لو هتستخدمها كفعل يعني هتقول بمعنى يحجز او يمنع. فيحجز او يمنع او يعوق يعني. عكسها ممكن يكون يوافق ولا يعزز ولا هناخد رقم سين. يعزز او يقوي عكسها ممكن يكون يعوق. كده الاسئلة اللي موجودة على الكلمات خاصة. هنخش على الاسئلة اللي موجودة على الجرامر. اول حاجة اندبها اللي هي رقم اربعة دي هتبقى بصفحة ستة واربعين. المرة اللي فاتت بحنا من الحلة كان كل الجمل اللي بدأ قبلنا. ما كنتش بياخد فيها هاد تو ولا ويل حاف تو مسلا. ما كنتش بياخد لمواضي ولا مستقبل. ما كنتش بشوفهم اصلا. المرة دي بقى انا هركز على الازمانة اكدر. هركز على الضرورة واللزام في الماضي او في المستقبل. زي ما شفتهم في الدرس اللي فات او في الدرسين اللي فاتوا. كنت بتكلم عن الضرورة واللزام في المضارع. بالوقت هتكلم عن الضرورة واللزام في الماضي وفي المستقبل. اول سؤال معنا في رقم اربعة بيقول لان سيارته كان يبقى تصلح كان بيروح اسكندرية بالقطر. معناها لانا. هنا معناها لانا. مش معناها موزو. هنا معناها لان. السيارة كانت بتصلح. الجملة هنا في الماضي اهي كانت بتصلح. كانت في الماضي. فنعندي مثلا دي مضارع مش هي تنفع معايا. ماست بستقيمها بس في المضارع ما تنفعش. دي مش معايا ودي مش معايا. فاضلي الاتنين ماضي. إيه لا يحكمني دلوقتي المعنى? دلوقتي الشخص او الرجل بيقول ان السيارة كان بتتصلح. فما ان السيارة كانت بتتصلح فاكيد هو كان بيروح اسكندرية بالقطر او باقي حاجة تانية. المهم ان هو كان مضطر ان هو يروح اسكندرية بالقطر. فناخد هنا he had to. He had to go to Alexandria او Alex by train. كان مضطر ان هو يروح اسكندرية بالقطر. رقم اتنين ياسمين نقطه بكيرفول with what she ate because she has. ياسمين المفرض انها تكون حاضرة من اللي بتاكله. وتخلي بلها من حاجات اللي بتاكلها. عشان هي عندها ضيبة. وهو السكر عندها مرض السكر. فياسمين ولا 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 كود. اولا وود وكود مش معايا. فاضلي كده وش دينت. شخص عنده مرض السكر. فاكيد لازم يكون حذر. فان هنا عايز اثبات. عايز اقول ان هي يجب ان تكون حذرة. او محتاجة ان هي تكون حذرة. فياخدوا رقم بي. اللي هي الاثبات. مش النفي. رقم تلاتة. انت نقط تغسل الفواكه دي. انا اصلا غسلتهم. فانا غسلتهم. انت مش مطرد تغسلهم تاني. ولا كانت ولا ولا هاتو. اولا هنا انا عايز انا في مجالة الزبات. عايز اقول له ان انا غسلت الفواكه دي فانت مش محتاجة تغسلهم تاني. فانا عايز انا في مش الزبات فدي مش معايا. هاتو مش معايا. هيفضل كده وكانت ونيدنت. دول لما بيستخدمهم للتحريم او للمنع بيبقى معناهم ابدا لا ما ينفعش تغسلهم ولا ينفع تقرب منهم حتى. وهذا مش المعنى المقصود هنا انا كده لو غسلت الفواكه دي تاني عاد مش حصل حاجة. بس انا مش محتاجة اغسلهم تاني. لو عسلتهم مش يحصل حاجة انما انا مش محتاجة اغسلهم تاني. فيق clamps هنا الحاجات الخفيفة دي ان انا مش محتاجة اغسلهم تاني او مش محتاج اعمالها تاني. دي اسمها او دي باخد معاها رقم اربعة انا نوعات الاساس ده امبارح. ده ما كانش ضروري ما كانش ضروري خالص. اللي هو الاساس. برضو عندي هنا اول اختيارين في الماضي. والاتنين التانيين اللي هما سي ودي في المدارع. الجملة الاولانية او الجملة اللي عندي هنا. هنا يستر دي. وبرضو هنا فالجملة هنا في الماضي. فهنا انا مش عايز المدارع. يبقى الاتنين دول مش معي. دي او رقم سي ورقم دي مش معي. معي ومعي الازبات. بقول لك الحاجة توز حقا حقا ما كانش ليه اي لازمة او ما كانش ليه اي ضرورة قلت قبل كده ان配 زل التصريف الدالت بمعناها ان الحاجة ما كانش ليها لازمة بس انا عملتها. زل التصريف التالت معناها ان الحاجة ما كانش ليها اي لازمة بس انا عملتها. فانا بقول هنه انا developments انا ما كانش المفروض اشتري الاساس دا مبارح. انا اشتريته بس بقول او الندمان فبقول ما كانش المفروض اشتريه لانه مش نضروري خالص او ملوش اي لازم خالص. رقم خمسة والاخيرة. منا نوعات ان هي تاخد نضارتها الشمسية عشان الجو اللوام غمم فيه صحب يعني. في صحاب يعني ما فيش شمس فانتنا مش مضطر مش مقتاك تاخد نضارة شمس. فعندي الجملة عندي هنا في الماضي عشان كلمة فأكيد مش معايا. لانا بحستخدمهم في المدرع بس. فمعايا كده. دلوقتي انا عايز اثبات ولا عايز نافي. انا عايز اقول نافي او انا عايز اختار نافي. عايز اقول ان هي مكانتش محتاجة تاخد النظارات. لان الجو كان كلا ودي كان فيه صحب فما هي مكانتش محتاجة. فانعايز نافي مش عايز اثبات. الاولى اثبات مش عايزها. مش هيخد رقم ايه? فاضل لي الفرق بينهم? الفرق بينهم ان دي زي ما شبناها من شوية فوق اللي هي دي اهي. بس الفعل هنا هو في التصريف الاول مش في التصريف التالت. فودي بنفعشة برضو. هيصفها لي على رقم دي ها قدها. طب ايه الفرق بين و قلت ان دي او معناها ان الحاجة مكانتش ضرورية بس انا عملتها. حاجة عملتها بس انا ندمان فبقول ان الحاجة دي ما كانش ليها لازمة. ما كانش ليها لازمة بس انا عملتها. انما دي معناها ان الحاجة دي ما كانتش ضرورية فانا ما عملتهاش. يعني الجملة دي معناها ان هي ما خدتش النظارات معها. ما كانتش مضطرة ان تخذ النظارات معها. فما خدتهاش. فالجملة دي بما ان اخترت رقم دي. فمعناها ان هي ما خدتش النظارات. انما لو دي كانت تصريف اختارت لو كانت كنت اخدت انتهاب وكان ساعة هيبقى معناها ان هي خدت النظرات معها. حنشوف بعد تلك الاسلامة موجودة على الجرامر اللي هي اول سؤال فيها بيقول مش لازم تلجع على الكتاب دل المكتبة دلوقتي. معاك اسبوعين كمان او معاك اسبوع كمان. مضطر ولا 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 اكيد انا هنا بخياره بدير اختيار. احنا عارفين طبعا ان الاختيار الاول ما بيقع عندي اختيار بختار بس هنا ما فيش فاخد مش محتاج ترجع على الكتاب دل المكتبة دلوقتي معاك اسبوع كمان براحتك. رقم اتنين. انت نقط تكون متأخر ده اهم اجتماع في السنة. اهم اجتماع في السنة فاكيد هقول له ما ينفعش تتأخر. ما ينفعش تتأخر. نفي مش اثبات. فدي اثبات مش عايزها. ودي كمان اثبات مش ايه? فاظلي. الفارق summarizes انت water two. بيقول لك براحتك. تاخر متأخرش انت حر. انا بقول لك لأ لازم متأخرش ما ينفعش تتأخر. بنصحك في كوة او برجح قوي انك ما تأخرش. طيب انا عايز اقول له انت اخر ولا ما ينتأخرش لراحتك. ولا عايز اقول له لا ما تأخرش ما ينفعش تتأخر. اللي بحكمني هو المعنى. فالمعنى هنا بقول لك ان ده اهم اجتماع في السنة اهم اكتماع في السنة فاكيد ما ينفعش تتأخر. فاكيد هنا هاخد مصند. ينفعش اخد ضمت هاف تو. رقم تلاتة. I want to go to university. I not apply before the end of the week. انا عايز اروح لجمع واقدم في الجمع. انا نوات ان انا اقدم قبل الاسبوع الجاي او قبل نهاية الاسبوع. عندي I mustn't. ولا I didn't have to. ولا I need to. ولا I had to. الجملة مضارع ولا ماضي. الجملة مضارع اهو. مضارع. فادل انت هاف تو مش معايا. هات تو برضو مش معايا. فاضلي need to و mustn't. فاضلي النافي والاثبات. انا بقول انا عايز اروح لجمع. فانا لازم اقدم قبل نهاية الاسبوع او انا محتاج اقدم قبل نهاية الاسبوع. محتاج اثبات. مش نفي. ف mustn't ما تنفعش. mustn't دي ما تنفعش. هاخد need to. رقم اربعة. you not buy that book you can borrow mine. انت نوع تشتري الكتاب ده ممكن تستلف كتابي. اهي كلمة برو او بفعل برو اللي ولتوكم عليه من شوية بمعنى يستلف. you can borrow mine. عكسها لنت. برو يستلف. لنت يسلف. فانت مش مضطرة تشتري الكتاب ده. ممكن تستلف بتاعي. فانت هنا عندك الاختيار. ديك حرية الاختيار. فبع اني عندي حرية ده الاختيار ما ينفعش اخد مصنت وما ينفعش اخد can't. وما ينفعش برضو اخد shouldn't. هياخد هنا needn't. مش محتاج تشتري الكتاب ده عشان ممكن تستلفه مني او ممكن تستلف الكتاب بتاعي. رقم خمسة. جدي كان بيشتغل ست ايام في الاسبوع لما كان صغير. لما كان صغير when he was. هنا الجملة في الماضي. فحستو متنفعش. برضو متنفعش. فما بدلش معاي غير الاخيرة. انا بس من كلمة واحدة في الجملة اللي هي كلمة عرفت انها ماضي فاستبعدت تلات اختيارات المضارح اللي هما دول. ما بدلش معاي غير رقم دي. رقم ستة. برضو يسر دي بالامس. الاتنين دول مضارع ما ينفعوش. واو الاختيار برضو مضارع ما ينفعش. فهياخد رقم بي. رقم خمسة ورقم ستة. انا حلتهم وعرفت الحل بتاعهم لما تأكدت ان الجملة بتاعتي ماضي. والاختيارات فيهم تلاتة مضارع. فاستبعدت تلاتة المضارع وخدت الاختيار الوحيد اللي هو الماضي. رقم سبعة. انا بالبسة عشان انا بحب كده. فعندي لازم ولا اي هفتو ولا اي دونت هفتو ولا اي مستنت. فحيزا اقول هنا انا عندي الاختيار. انا مش مضطر البسها. انا بعملها كده او انا بالبسها عشان انا بحبها. فهنا هقول اي دونت هفتو. اي دونت هفتو ويرا طاي. مش مضطر البس رفطة تعانق اللي هي الكرباطة. بس انا بلبسها عشان انا بحبها. بلبسها عشان انا بحبها. فانا عندي حريط مش مضطرة يلبسها بس انا بلبسها عشان بحبها. رقم تمانية. لازم ارجع الكتاب للمكتبة وإلا هدفع غرامة. فانا هنا عايز اثبات ولا عايز نفي انا عايز اثبات. عايز اقول ان انا لازم ارجع الكتاب للمكتبة وإلا هدفع غرامة. فانا عايز اثبات مش عايز نفي. فانا عندي رقم ايه? نفي مش عايزها. رقم س برضو نفي. رقم دي نفي. ما بدلش معاني غير رقم واحد بس او هو رقم بي. رقم بي بس هي الاثبات. هي اللي دمها. رقم تسعة. حاجة خطيرة. فهيه انا عايز النفي بس كلهم نفي وكلهم ينفعوا. بس هنا نصيحة قوية. والنصيحة القوية انا قلت ان انا بيخد معها مست او بيخد معها مست او مست في الاثبات ومست في النفي. فان هنا اخد مست. طيب ليه ما اقدش البقيين? عشان هنا بيقوله حاجة خطيرة. فلو انت لو ما عملتش كده لو ما اقدتش بنصيحتي ممكن تتأذي. ممكن تتعرض نفسك للخطر. رقم عشرة. لما ولي اغمي عليه امبارح او الليلة اللي فاتت. جبني الدكتور عندي. الجملة دي ماضي. وكلمة اللي هي اغمي عليه برضو ماضي. فان هنا محتاج ماضي. محتاج اختار ماضي. مضارع. واللي مستقبل. مضارع. ما تضلش معي غير الاخيرة. وهي رقم حداشر ونوعد احنا نخلص دلوقتي عشان فيه واحد تاني او فيه ناس تانية محتاجين الغرفة. او فيه شخص تاني محتاج الغرفة. ولا ولا محتاج نافي ولا محتاج اثبات? انا محتاج اقول ان احنا لازم نخلص بسرعة او نخلص دلوقتي عشان شخص تاني محتاج الغرفة. محتاج اثبات. محتاج نافي. فدي نافي مش عايزها. نافي برضو مش عايزها. ودي نافي كمان برضو مش عايزها. مفضلش معي غير رقم بي. احسن طريقة هتحل بيها انك تستبعد الاول كل الاجبات الغلط. رقم اتناشر. والنقط. القطر هيمشي بعد خمس دقائق. فاحنا ولا 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 واحد بيقولك ان القطر هيمشي بعد خمس دقائق. فاحنا هاكيد لازم نمشي او لازم نغادر دلوقتي. لازم نتحرك دلوقتي. عشان الاطرف اضله خمس دقائق بس. فانا هقول له او احنا هنقول لازم نغادر دلوقتي. لازم نتحرك دلوقتي. اثبات ما فيش نافي. فكلهم برضو نافي مع هذا رقم بي. هياخد رقم بي. رقم تلاتاشر دايما بيكون في اطفال جنب المدرسة او غريب من المدرسة. عشان كده انت لابد ان تقود بشكل حذر للغاية. لازم تكون يعني تخلي بالك اوي وانت سايق. عندي ولا 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 ما انت حرف الجرده. بعد كده انت منفية وانا عايز اثبات. عايز اقول له لازم تكون واخد بالك اوي ولازم تكون حذر اوي وانت بتسوق. فدي نافي مش عايزها انا عايز اثبات. ايوة تنفع. فياخد عشان كم ما تنفعش. كان هنا معناها خفيف. معناها يعني انا بخيرك. عايز تسوق بشكل كويس سوق مش عايز تسوق براحتك. يو كان. انما ماصد هنا هي اللي تنفع. لازم تسوق بشكل حذر لان في اطفال او في دايما بيكون اطفال جنب المدرسة. اربعتاشر ونقط معناها عامة او شعبية. فيه اجهزة بكرة. عشان كده ولا 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 بما انه هنا اجيب لي حرف جر تو. فانا مش اخد كود. من فيخدش حرف جر تو. ماصد برضو او مصنت اللي اتنين ما بيخدوش حرف جر تو. فاضلي ودونت حاف تو. الوقت اللي اما ببقى فيه اجهزة ببقى انا محتاج اروح مدرسة ولا مش مضطر اروح مدرسة. نفي ولا ازبات اكيد نفي. لما بقى فيه اطلع فانا مش مضطر اروح مدرسة. فياخد اي دونت حاف تو. خمستاشر ونقط هارية. عندنا وقت كتير. عشان كده احنا نقطنا استعجل او نسرع. وهي ولا 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 مفيش حاجة اسمها قلت قلت قلبي كده لما بيجي ايام في ياما بيخليها بس ياما بيخليها انما دي مش موجودة. مالهاش لازمة. بعد كده محتاج احرف الجر تو. مش موجودة. فما برضو تنفعش. بعد كده قلت يعني لما بقول لحد بعدها من الحاجة دي جديدة قوي. ان احنا ما ينفعش نعملها او يبقى في عقاب او ممكن تتضرق لو عملتها. انما دلوقتي انا بقول لك احنا عندي نوقات كتير. فاحنا نقطنا سرع. طيب لو اسرعت مسلا هيحصل حاجة? لا. هوصل بدري برضو مش حصل حاجة. لو ما اسرعتش برضو مش هصل حاجة. فهنا برحتي او هنا انا ليها الاختيار. تاخد هنا لو في كنت اخترتها. لو كنت اخترتها. لو كنت اخترتها. عشان انا برحتي انا عندي وقت كتير. فاسرع ما سرعش اه اجري مجريش برحتي. ستاشر اوتوبيس مدرسة اتعطل معناها يتعطل. عشان كده الطلاب او التلاميذ نوعات ان هما يمشوا لحد المدرسة. الاوتوبيس اتعطل فاكيد كانوا مضطرين ان هما يمشوا لحد المدرسة. مفيش حال تاني. فانا عندي ولا 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 الجملة مضارعة ولا ماضي. الجملة ماضي. ده الفعل الماضي او التصريف التاني من فعل يتعطل تعطرها. فالجملة ماضي. ما اصطي بستقيمها بس في المدارع فما تنفعش. او اتمكن اعرف الجر ما تنفعش. فما تفضلش معي غير رقم سي. فالرقم سي هي اللي تنفع. تمام كده يبقى الاجابة الصح هي رقم سي. رقم سبعتاشر في بعض الدول. الاطفال نوعات ان هما يلبسوا أزيل المدرسي حلناها برضه قبل كده. هاتو او سي درين دي جامعة. مفردها طفل. فهااتو ما تنفعش. لان هاتو بتجمع مفرد فدي ما تنفعش. ما انت ما تنفعش برضو? عايزة وللو اطفال مش محتاجين ان هما يلبسوا زي رمدرسي. انما ما معناها ان فيه خانون بيقول او ان فيه الزام قوي او شديد على الطلوب ان هما ما يلبسوش زي المدرسي. اكيد لا اكيد انت في المدرسة هتلبس زين مدرسي. فاكيد ممكن اقول مسلا don't need to don't need to. الاطفال مش مضطرين ان هم يلبسوا زين مدرسي. يعني انت هتروح مدرسة براحتك. عايز تلبسه لبسه مش عايز تلبسه براحتك. رقم تمنتاشر. انت نعد تستخدم قلم رصاص كل الاجابات لازم لازم تتكتب بالقلم الجاف. عندي هنا. ما انت ما عندكش اختيار. انت غصب عناك هتعمل كده. غصب عناك هتكتب بقلم جاف. عندي ولا 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 اكيد 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 انا عايز ازبات. اكيد عايز اقول له ما ينفعش تستخدم قلم رصاص. لان كل الاجابات لازم لازم تتكتب بقلم جاف. فالاخيرة ازبات مش عايزها. دي برضو ازبات مش عايزها. فاضل وماسنت دي لنصيحة براحتك تاخد بالنصيحة ما تاخدش بيها. انما هنا بقول لك يعني لازم ما لكش اختيار. فهنا هياخد مصنت. ما ينفعش ابدا تستخدم قلم نصص. لازم تستخدم قلم جاف. تسعتاشر. يو انجري وزن تسيريس. يو نوات ادوكتور. الاصابة بتحتك ما كانتش اختيري قوي. انت نوات وشو دكتور. يو هات تسي ادوكتور. يو نيد انت حاف سين ادوكتور. يو ماس تسي ادوكتور ولا يو دونت نيت تسي ادوكتور. الجملة هنا ماضي. الجملة هنا ماضي اهي ووز ماضي. فدي مضارع ما تنفعش. دي مضارع برضو متنفعش. فاضلي. بيقول له الاصابة بتاعتك ما كانتش خطيرة. ما كانتش خطيرة. ما كانتش مهمة. فما كنتش محتاج تشوف دكتور. ما كنتش محتاج تشوف دكتور. فياخد رقم بي. ليه ما اخدش رقم اي? لانه زي ما بقول لك كده هو بيقول له ان نصبتك ما كانتش خطيرة. اصابة عادية فما كانتش محتاجة او ما كنتش محتاج انك تزور الدكتور. عشرين. عشان انت لسه مكلم مونا دلوقتي انا اكلمها بنفسي. حلينا برضو جملة شبهها في المرة الالفاتة. انت لسه مكلمها دلوقتي فانا مش محتاج اكلمها تاني. ولا 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 هاخد انت لسه مكلمها دلوقتي فانا مش محتاج اكلمها تاني. واحد وعشرين انا نوقت ان انا اطلع من بيتي بعد الساعة تسعة لمدة اسبوع عشان كان في حظر تجول. كان في حظر تجول. عندي هنا كلمة ماضي. كلمة ماضي. تمام? فانها علبة ان الجنة تحت ماضي. فعندي ماس تجو دي ما Japonفعش. ليه ما Japonفعش? لان زي ما قلت ماس تستخدمها في المضاهرة مش في الماضي. فدي ما Japonفعش. فضلي هاة تو Avant Lets have gone didn't have to go. دلوقتي انا عندي اثبات وتنين نفي. انا عايز اثبات ولا عايز نفي. عايز اثبات ولا عايز نفي هنشوف الجملة. بالوقتي بتقولك كان في حظر تجول كان في حظر تجول. فحظر التجول ما ينفعش تطلع بعد الساعة 9. ما ينفعش. ما رقم اي ما تنفعش? حذر التجول فما ينفعش اطلع بعد ساعة تسعة. يبقى الاسبات ما ينفعش اللي هي الاولى. والاخيرة ما ينفعوش. فاضل لي ولا ده 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 تصريف التالت اللي هي ده معناها ما كانش ليها لازمة بس انا عملتها. انا خرقت. خرقت. والاخيرة او لقم سي ما طلعتش او ما خرقتش دي معناها ما خرقتش دي معناها للحادث ده ما حصلش. وده المطلوب هنا لان حذر التجول اكيد انت ما خرقتش. بما ان فيه حذر التجول فو ما خرجش. اش معنا خدت رقم سي وما خدتش رقم بي. لان زي ما قلت زي التصريف التالت معناها ان الحاجة انا عملتها. الحاجة حصلت. الحاجة حصلت في الماضي. انما هنا ما حصلتش اكيد ما حصلتش اكيد في حذر التجول انا ما كانش مفروض اطلع. فتنين وعشرين يصدر دي اي نوات وورك فور تولب اورز. مبارح كنت مضطري ان انا اشتغل لاتناشر ساعة. مبارح فالجملة هنا في الماضي. دي مضارع ما تنفعش. دي مستقبل ما تنفعش. دي برضو مضارع ما تنفعش. فهيبدأ رقم سي او رقم بي. رقم تلاتة وعشرين. سالي نوات في الوزر اي دي. عشان تسجل دخولها على الانترنت سالي كان المفروض ان هي تدخل اليوزر اي دي اللي هو المعرف المستخدم. معرف المستخدم. فسالي هاف تو انتر ولا مست انتر ولا هاس جوت تو انتر انج ولا انيدنت تو انتر. انا عايز نافع او لا عايز اثبات انا عايز اثبات. عشان تخش على الانترنت سالي المفروض او اي حد المفروض يعرف المستخدم او يدخل او يدخل معرف المستخدم بتاعه. دي ما تنفعش او النافع ما ينفعش. كده دي ما تنفعش. اولا هاس جوت تو بي بعدها الفعل في المصدر. فدي ما تنفعش برضو. بعد كده فضل لي رقم اي ورقم بي. سالي ده مفرط او فعل مفرط. فالفعل المفرط بياخد هاس ما بياخدش هاس. فالاولة ما تنفعش. اهو. برضو الاولة ما تنفعش. ففضل لي رقم بي. سالي ماست انتر. رقم اربعة وعشرين. الطيارة هتكون او معادها الساعة ستة الصبح. عشان كده احنا نقط نصايقص مبكرا. مش منطرين ولا هاتو هاتو ولا ماصنت انا محتاج اثبات مش محتاج نافع. ولك الطيارة معادها الساعة ستة الصبح. فاكيد احنا محتاجين نصح ودري. فاكيد. محتاجين. خمسة وعشرين انا اعزف. بش مسموح لك او متقدرش تاكل في مباني المدرسة. فاكيد دي مش مسموحة. فاكيد انا هنا عايز نافع. مش عايز اثبات. كلهم نافع هو. انا بقول لك ما تقدرش تاكل. فاكيد شو دي انت ما تنفعش. شو دي انت خفيفة قوي. نصحة خفيفة قوي ما تنفعش. مس انت تنفع. او تنتي معتاج حرف الجارة تو. ارنت اللاود برضو معتاج حرف الجارة تو فاناخد رقم بي. كانت تنفع. بس مش جاي معها تو. مش جاي معها حرف الجارة تو. ستة وعشرين. نقط نظور جدنا. ما كانش كويس الفترة الاخيرة. ما كانش كويس الفترة الاخيرة. اكيد لازم نزوره. يجب علينا انا زوره. ولو ينيدن. ولو كانت. ولو يدونت حرف تو. اكيد محتاج الانثبات اللي هو مصد. رقم سبعة وعشرين معناها منطقة او منطقة مكان منوع في تدخين. معناها مكان خالي من التدخين. يعني ما يفعش تدخين. عند بالاختراض مصد مصنت كان شود. شود بتنزح حد ان هو يدخم في المنطقة دي. ولا كان يقدر يدخم فيها. ولا مصنت مينفعش يدخم فيها. ولا اللي يازم يدخم فيها. انا بقول لك منطقة او مكان ممنوع في تدخين. مينفعش يدخم فيه. اكيد هناخد مصنت. رقم بي. تمانية وعشرين. احنا كنا في امتحان. ففي الامتحان اكيد ما ينفعش نتكلم مع بعض. عند في الاختيارات لا يجب علينا. حاجة اخلاقية كده ما ينفعش. ولا او يجب ان اتحدث. ولا مصنت ممنوع ولا مش نسبة حالينا. فالمفروض ان الاتنين دول ينفعوا. طيب ايه الفرق بينهم? الفرق ان دي في الماضي ودي في المدارع. فالزمن هنا او في الجملة بتاعتي هنا. عندي كلمة اللي هو ماضي. فكده لازم اللي اختارها تكون في الماضي. هياخد لكم دي. رقم تسعة وعشرين. you mustn't take photos near military places. this means that not. ما ينفعش تاخد صور قريب او جانبي مكان مليتري. مكان عسكري او الاماكن العسكرية. mustn't do معناها ايه هنا. ايه اللي في الاختيارات دي ممكن يديني نفس معنى مصنت. ده الاصل من السؤال. عندي you can't متقدرش. ولا you are not allowed محتاج حرف good to. ولا you are allowed مسمح لك. ولا it's unnecessary مش ضروري. ولا it's not good. مش حلو. مش cute. فاكيد ما تنفعش. اللي تنفع هي you can't. you mustn't take photos. هي هي you can't take photos. ما تقدرش. ما ينفعش. رقم تلاتين. you not put salt in her food. the doctor said she can't eat salty food. انت نعت تحطي لها ملح في الطعام. الدكتور قال ان هي ما ينفعش تأكل طعام مالح. ما ينفعش تأكل طعام مالح. فاكيد انت ما ينفعش تحط لها طعام مالح. او ما ينفعش تحط لها ملح في الطعام. you can't ولا you must ولا you mustn't ولا you have to. فياخدينها you mustn't. الدكتور قال ان هي ما ينفعش تأكل طعام مالح. عشان كده انت ما تقدرش او ما ينفعش. انت ما ينفعش تحط لها ملح في الطعام. كده سيئلة تحطي النهاردة خلصت. اهي. ان شاء الله المرة جاية. هنبدأ في اللي هو ده. هوريكم بس انا ليه محلة توش النهاردة. هو في اسئلة كتير في تشوز تلاتين سؤال اهو. وفي الاسئلة اللي هي في اللي هي دي. وكمان قطعة قطعة كبيرة مش صغيرة. وفي عشرة تلاجم ستة من الانجليز العربي اللي هم دول. واربعة من العرب الانجليزي. ففي اسئلة كتير. الاسئلة دي محتاجة او الاسئلة دي مهمة. محتاج ان انا اشرحهم يعني برحتي اخد وقتي واقدر اشرحهم بالتفصيل. عشان فيه ناس كتير عندهم مشكلة في الترجمة. فان شاء الله المرة الجاي هاخد راحتي قوي في الترجمة. وفي سؤال القطعة. عشان الناس اللي بيقابلوا بمشاكل فيها. كده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص لو عندك اي مشكلة خاصة بالفيديو ده خاصة بالفيديو اللي ما شرحته النهاردة او بالحال بتاع النهاردة اكتبهني هنا. لو سمحتوا لو سمحتوا محدش يدخل على فيديو الاولى سنوي ويسألني على حاجة تخص تانية. محدش في تانية سنوي يدخل على فيديو الاولى سنوي ويسألني على حاجة لانا بتلغبط. وانتو كمان بتتلغبطه. شكرا لاني ايكم مرة تانية. اشوفكم في مشاهدة الفيديو جاهزة ربما ونوفقكم.